صباح الله عن شكل المدينة المعمارة عن شكل بيروت عبر التاريخ والأوجه اللي أخدتها ولي كان فيه لما بنا تلفزيون البنان بثلت الخياط حصت الأسد بالحديث اليوم رواية جديدة رحت إلى عالم رواية تحديدا من الفن المعمارة إلى الرواية هدهش نايتهم بشبهوا بعضهم بتركيب الأشياء برسم الأشياء لك الشبه موجود لأنه يمكن المعمارة بيكتب بطريقة ما بيكتب جملة بهذه المدينة خاصة ببيروت كون بيروت مدينة ما فيها نظرة شاملة للعمارة وللمدينة بشكل عام الرواية أو الكتابة هي محاولة نسج أو إعادة وصل الأجزاء إذا بدك المنفصلة فينا ولهيك وبالنتيجة كمان اللقاء مع عمل المعمارة إذا كان باحث أكاديمي بقى الكتابة أكيد من ضمن مجالنا هدهش هذا الشيء بيساعدك لأنه رواية تحكي عن بيروت تحكي عن بيروت المدينة كمان بالذاكرة يعني بأتقد قريب شوي على العمل اللي قدمته قبل يعني اللي كنا عم نحكي فيه عن ذاكرة بيروت المعمارية هدهش هذا الشيء بيساعدك لحتى لأنه دايما الهندس المعمارية مخبية وراها حضارة ناس عادات التقليد هدهش هذا الشيء بيساعدك لحتى تكتب بوضوح أكتر عن المدينة أكيد هو عنصر الزاكرة دايما موجود بالعمارة وعنصر الوقت دايما موجود بالعمارة لسوء الحظ نحنا بسقفتنا بلبنان أو بالمنطقة بشكل عام منتطلع بالعمارة بمعزل عن عنصر الوقت منتطلع فيها حتى إذا عم نشتغل مع مبنى قديم منحط حالنا محلو لكن بالطبع هي الزاكرة وهي المخزون الشخصي يمكن بيساعدك كتير لحتى تفهم الحيز المكاني وتفهم المدينة بشكل شامل أكتر تماما يعني دايما فهم الأشياء بين جزء ضمن الكل والكل ضمن الجزء هذا الشيء بيؤدي لفهم أعمى بأعتقد للأمور فور ستيبس داون هو عنوان أحد أبرز المكتبات اللي شغلت بيروت لفدرة طويلة من الزمن طبعا أكفلت المكتب بالألفان وتم افتتاحها تحت مكتبة عنوان الشرقية حديدا وكمان تم اقفالة مثل كتير من مكتبات بيروت اختيار العنوان اختيار العنوان بداية لأسباب إذا بدنا نقول شخصية بالموضوع يعني الرواية بتحكي عن راس بيروت وعن شارع اليون وشارع الحمرة بالذات وكمان فور ستيبس داون لما بيعرف هي مكتبة كانت تحمل هذا العنوان لأنها كانت فعلا فيها أربع درجات إلى الأسفل وهالأربع درجات كانوا فعلا درجات كتير عالين يعني لذلك اللي كان على الرصيف وبدو ينزل على هيد المكتب كان يشعر بهذا التجربة إنه هو نازل صوب الكتب فور ستيبس داون هنه أربع درجات في عمق الزاكرة يعني كانت مستخدم العنوان كاستعارة نعم لنرجع نروح أكتر لشو كان عم بيصير إذا بدك يعني كمان هون العلاقة بين الأشياء الهندسية المعمرية وعليها أبن الزاكرة فعلا هلاش نحن أوقات ما بنشوفهنه هون يمكن بدون حدا متخصص ليشوف هيدا هيدا التفاصيل بتحكي الرواية عن راجي راجي اللي رجع حتى يشتغل ببيروت من جديد يعمل عيادته كيف نجس كيف إذا بدك يقول هايكي خياط التفاصيل للرواية راجي هو بيحكي عن معمارة بتعرف يمكن رواية أولى دايما بتحمل بشق ماس جزء من السيرة الزاتية بتحكي عن شاب رجع على بيروت من فرنسا بعد سنين طويلة وحب يشتغل بالعمارة ببيروت لكن بذات الوقت كان عم يصطدم قدام تداخل وتضارب الذكريات ويصطدم قدام تحولات المدينة اللي مش عم بتوقف وعم يصطدم قدام عدم مقدرته على خوط تجربة شخصية مع الأمكنة أو تجربة حميمة كونه دايما بتغييز بتبدل سريع بالضبط والحديث أكيد مش بس عن منطقة راس بيروت حديث كمان عن هالنسيج الاجتماعي من الأشخاص اللي وفدت على المدينة بأوائل الستينات وأوائل الستينات واللي هي بتنتمي يمكن للجبل لبنان أو للبقاء أو لغير المناطق نعم مازل عم تحكي عن حدا عم بيصطدم بالأمكنة بعد عودته من غربي طويلة مبدئيا قداش كمان المخترب بينتظر الإشياء تبقى مثل ما هي قداش بيكون عنده إذا بديقول هايدي الصورة اللي ما بده ياها تتغير يعني بده البلد يوقف من لما هو فل ويرجع يلاقي الإشياء تماما مثل ما هي هو مش بس المخترب يعني هو كمان نحن السكان المواطنين يلي عايشين بالمدينة بيتمنوا يمكن ببعض الحالات أنه مثل ما عم قل لك يبنوا نوع من الحميمية يبنوا شوي نوع من الألفة مع الأمكنة ولسوق الحظ الأمكنة منشوفه أنه عم تنتحول من يوم ليوم وهذا مش هذا لأنه يمكن بطبيعتنا نحن هيك بطبيعتنا منحب نغير ويمكن عندنا هالقلق المستمر أنه بدنا نغير بدنا نحسن وذات الوقت منفقد يمكن علاقتنا صحيح مع الأمكنة هذا الرابط مع الأمكنة تحديدا قداش الشخصيات بتشبهك يعني اليوم الشخصية الأساسية بعتقد بجزء كبير هي عم تحكي عن تجربتك نعم بالطبع بالطبع في تشابه يعني أكيد في تشابه بس أكيد بتتقاطع مع روايات تانية مع سير ذاتية أخرى شو بدك تحكي عن الشكل بيروت اللي عم بتغير بدك تحكي عن حداية اللي قرأت على المدينة رواية تحكي عن راجي مثل ما حكينا واللي بيبلش علاج نفسي لما يرجع على بيروت لعدة أسباب يعني الأسباب الشخصية لأنه والده توفى والطر يرجع على لبنان والطر يعيش بيترك بيت أمه إلى آخره وبيتهم أجار قديم مالطرين يتركوه غير مواضيع وبيتدخل كمان مع قصة العلاج النفسي يلي بيمطرح ما عم بيجرب يرجع على راجي للعلاقة مع الحاضر لأنه هو دايما عايش المدينة ضمن ذكرتها ويمكن هون بتتقاطع مع قصة يعني أنا من جيل الحرب ومن الأشخاص يلي تشبعوا من قصص من أهليهم عن بيروت على ما كانت عليه انتهت الحرب وما قدرنا نعيش هاي دي المدينة نعم عم تحكي كتير عن الحاضر والماضي وبالأسلوب يعني اللي بتصفح الرواية بيشوف أنه الفعل الماضي هو المسيطر يعني أوقعته دخلته دخل أو بدت يعني ما في حاضر مع أنه روايات أجمالا تكتب بصيغة الحاضر لا حتى تعيش أكتر ليش اخترت صيغة الماضي فيه صيغتين لأنه هو فيه بس فيه لا تعليقك بمحله تعليقك بمحله لأنه فيه سيرة هي بتحكي عن الماضي وفيه بالمقابل قصة موازية بتحكي عن الحاضر يعني خط زماني وكأنه فيه خط زماني طبعا كأنه فيه خطين مختلفين وبالآخر بيلتقوا هالحاضر والماضي بنهاية الرواية بيلتقوا نعم عداش الأسلوب بساعد المفهوم عداش استخدام الأسلوب هو بمحل محلات لتوضيح الفكرة الأساسية هو إذا بدك فيه يشبه لعمل هندسي يعني كمان إذا بتحب يعني الأسلوب بالطبع هو بيساعدك يعني الشكل بيساعد المضمون وهن متدخلين ببعض الأكيد المضمون هو الطاغي أكتر بس الشكل بالطبع بيساعده بهالناحية أكيد الأسلوب بيساعده تعرف في السياق محدد لأي رواية تكتب وينما كانت موجودة الشخصيات المشكلة الأساسية ذروة الأمور الحلول القصص الجانبية اللي بتصير بهذه الرواية أيضا يعني رواية بالمفهوم الأمريكي الخطوط المتعددة المتوازية اللي بتمشي مع بعضها عنصر التشويق اللي اليوم يعني صارت رواية واسعة يعني هذا السياق نفسه الأساسي هذا الخط الاتجاه الواحد الموجود بالرواية شوية شوية عم بيختفي يعني وكأنه صارت رواية أشبه بدائرة بتمشي الأمور بتتكرر ورا بعضها أكتر من قصة عم بتدور بنفس الوقت قصة أساسية حدا مجموعة من القصص المرادة في كيف علجت كيف اخترت طريقة علاجتك بأعتقد هون يمكن كنا عم تحكي عن العنوان اللي هو استعارة أنه أربع درجات بالذاكرة كمان قصة العلاج النفسي ودخول راجل لهالجلسات العلاج يمكن ترجمت بطريقة ما بالأسلوب أي أنه مثل ما عم قل لك في قصتين متوازيتين والسبب هو أنه واحد أي حدا بيروح عند بسيكوتيرابوت أو يعمل علاج نفسي بيعرف أن الصور اللي بتجي ما أنه صور بتجي بطريقة مترابطة أي أنه بتجي بطريقة متقطعة متدرجة يعني ممكن بتدخل الصور ببعضها لذلك يمكن هون المضمون يمكن ترجم بالشكل أنه عندك عدة أصاص وعدة صور بترجع بتظهر بتطفو على الصفحة الأولى من الزكرة لحتى ترجع تترجم بالآخر بأحداث مترابطة في نوع من مشهدية بدي أقول يعني أيضا بكتابتك منشوف تقصيمك للرواية كأنه كل جزء لوحده منفرد حتى يعني على وقت إذا أرينا بركي جزء معين فينا نفهم نقطة معينة بغض النظر عن ما قبل وما بعد تحديدا وفي مشهدية يعني دايما استعمال أفعال القول استعمال الأفعال اللي فيها حركة يارشي عم نكتب بنص مشهدي يعني قريب للبصر أكتر منه قريب إذا بدي أقول للأشياء المكتوبة فعليا هذه المشهدية اللي هي من طبيعة شغلك هالأشي أنت أصدته كيف صلت لهذه المشهدية يعني يمكن أكيد واحد ما بينتبه بس أنه أكيد كونه الرواية عن الحيز المكاني وكوني أنا جاي من من هيدا المجال بالطبع المشهدية عندها وزن كبير ضمن هيدا العمل الأدبي وأنك توصف المكان فيك توصفه بعدة حالات بعدة مجالات فيك توصفه التجربة طبعك يلي فيه فيك توصفه مثل ما هو وفيك توصفه بتحولاته أو تستبق تحولاته القادمة نعم فإذا بكل الحالات أكيد عم تحكي عن أمر قدامك وأنت عن مكان يعني عن مبنى عن شارع وإلى آخره وعم جرب تحيي من خلال أفعالك ومن خلال كلامك ومن خلال الحركة اللي موجودة بالنص بكل أحوالي يعني في حركة واضحة يعني وديناميكية بسرد الرواية راجي وصل خلينا نقول لمصالحة مع المكان بنهاية الرواية نوعا ما ولا لا بقي على خلاف واختلاف مع المكان نوعا ما نوعا ما بيوصل لمصالحة لما يبلش يعترف بالحاضر يعترف أنه هو بزمن مختلف تماما عن الزمن يلي مرأ نعم ويتقبل يمكن هوية هيدا المكان يلي هو فيه يلي بقلق مستمر يعني يدخل هيدا الألق على مفهومه ويبلش مثل ما نقول يبني تعريف جديد للمدينة غير يلي كان يسمعه يلي ياخده من عائلته يعني دخل إلى الحاضر يعني خرج من المستقبل ودخل إلى عالم الحاضر والواقع مثل ما هو خرج من الماضي ودخل على الحاضر نعم تماما أداش هذه الرواية منتظر يكون في قراء لألق أداش منتظر يكون في بتأمن أكيد يكون في عالم السوشيبيديا اليوم دار الأداب أول شي الرواية هي عن دار الأداب أكيد يعني مستقبليا رح تكون متواجدة بال أونلاين بس رواية أولى بتأمن تكون ناشحة يعني بالطبع ما فيها هلأ أعرف شو كان أصداء مرأ وقت أصير من لما تم التوقيع الأول بس بالطبع أنا بتأمن يكون في قراء ما خفت من التجربة الورائية خاصة أنه نحن بعصر العالم الإلكتروني العالم الرقمي تحديدا ما خفت من هذه التجربة الإلكترونية الورائية أبدا بالعكس نحن كمان تجربة الورائية كمان هي تجربة الجديدة إذا بدك النمريكي بتتكمل الورائية بس بعد الورائية ما ألغيت نعم دون شك ولكن اليوم في توجه بهذا أكيد ملفت أنه ما في تقديم يعني اليوم بتفتح أي أي رواية ما في بلا في إهدايا في إهدايا بس ما في تقديم يعني أي التقديم مختلف عن الإهدايا الإهدايا هو أنك تهدي روايتك لحد تقديم أنك حدا يقدم لك رواية يعطي ملاقص صحيح ما في تقديم في مباشرة تغريب بعرض الأحداث صحيح ما كان في تقديم بهذا الحال لماذا بتصدق ما ما انطرح الموضوع وأنا ما ما فكرت فيه يعني بتاعة توقعت أنه يمكن لأنه عنوانها هالأد طاغي ويمكن العنوان قصة مشوي خاصة بلبنان يعني أشخاص بتعرف المكتبة أشخاص ما بتعرف المكتبة بكل أحوال بتشكل ذاكرة للناس اللي عايشوا هديك المرحلة وبتشكل بنفس الوقت إضاءة على معرفة جديدة للناس اللي ما عايشوا المرحلة اللي عم تحكي عنا تحديدا أم بيسأل شوي عن حجم الكتاب هل مقصود يكون بهذا الحجم يعني حمله سهل الكتاب يعني في كل معنى أين ما كان غير الكتب بتعرف يعني الحجم أكبر هل كان فيه إصرار على هذا الحجم ولا لا أغلب دور النشر ودور الأداب بالتحديد يمكن هذا هو الحجم اللي بتتبعه نعم بيطمني لك ريتوفي